اشتركوا في القناة وقع عليها الفعل وهو يشتق من الفعل المبني للمجهول سؤال كيف نصوق الفعل المبني للمجهول نصوقه بسهولة اذا كان ماضيا نضم الاول ونكسر ما قبل الاخير كسارة كسيرة فهمة فهمة سامعة سمعة نظارة نظرة هذا في الماضي اما في المضارع فاننا نضم الاول ونفتح ما قبل الاخير نفس الافعال كسارة يكسر فهمة يفهم سمعة يسمع نظرة ينظر وكذلك اذا كان من غير ثلاثي انتظرة ينتظر افتتح يفتتح الان كيف نصوق اسم المفعول من الفعل الثلاثي ومن غير الثلاثي اولا نبدأ مع الفعل الثلاثي نصوقه على وزن مفعول اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول ولذلك سمي اسم المفعول بهذا الاسم اكل مأكل شرب مشروب سرق مسروق كتب مكتوب علم معلوم مع ملاحظة ثلاثة امور اولا اذا كان الفعل الثلاثي لازما اللازم يعني الذي لا يتعدى الى مفعول به لا يحتاج الى مفعول به فان اسم المفعول يقترن بالجار والمجرور مثلا اسفة هذا فعل لازم اسم المفعول يقترن بالجار والمجرور نقول مأسوف عليه وقف موقوف له او موقوف عليه ثانيا اذا كانت عينه في المضارع واوا او ياء فان اسم المفعول يكون على وزن المضارع بعبارة اخرى قال المضارع منه يقول لاحظ ان عينه عين الفعل المضارع يقول هي حرف الواو اذا عينه واو مثلا باع المضارع يبيع اليا هنا هي عين الفعل المضارع قال يقول الواو هي عين الفعل المضارع باع يبيع الياء قبل الاخيرة هي عين الفعل المضارع اذا كانت العين في المضارع الواو او الياء فان اسم المفعول يكون على وزن المضارع قال يقول فاسم المفعول مقول باع يبيع اسم المفعول مبيع وحتى الفعل الناقص ايضا اذا كان الفعل ناقصا اي ينتهي بحرف علة مثل دعا رمى طوى كوى فإننا نأتي بالمضارع على نفس الطريقة نبدأ الحرف المضارع ميما مفتوحة مثلا دعا مدعوون دعا يدعو مدعو رمى يرمي مرمي طوى يطوي مطوي كوى يكوي مكوي أما إذا كانت العين هذه ألف وليست و أو يا مثلا خاف يخاف نلاحظ أن العين عين الفعل في المضارع حرف الألف وليست الوا أو اليا مثلا أيضا هاب يهاب لاحظ أن العين عين الفعل في المضارع حرف الألف هذه نعيدها إلى أصلها إذا كان أصلها واو إذا اسم المفعول تكون فيه الواو وإذا كان أصلها يا تكون اليا موجودة في الاسم المفعول مثلا خاف مخوف أما هاب مهيب خاف مخوف لأنها من الخوف فعندنا الواو هاب مهيب لأنها من الهيبة عندنا حرف اليا هذا بالنسبة للثلاثي أما غير الثلاثي فطريقته سهلة ويسيرة نأتي بالمضارع ثم نبدل حرف المضارع ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر إذن اسم المفعول مكتشف استقبل يستقبل مستقبل نحذف اليا المضارع ونبدل اليا المضارع ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر استشار يستشار مستشار استخرج يستخرج مستخرج هذا هو الدرس باختصار أسأل الله لكم التوفيق إذا أعجبك المحتوى فلا تنسى الاشتراك بالقناة اضغط على زر الإعجاب وانشر المقطع لتعم الفائدة صوت ومعنى استمتع معنا